ترجمة نانسي قنقر قبل أن أبدأ بمسؤالين يمكن أن أزود عليهم سؤال زيادة منكم عنده أطفال؟ أو أحفاد؟ مثل منكم عنده أكثر من طفل؟ من عندكم عند أطفال متشابهين؟ شبه بعض؟ من يعتقد أن هؤلاء الطفلين متشابهين؟ أنا متأكد مهما شفنا الشبه بينهم من الشكل الظاهري يبقون مختلفين في مهاراتهم، في شخصيتهم، في قدراتهم وحتى في مستقبلهم إن شاء الله أنا متخرج منصف ثاني ابتدائي رحنا عشنا في مدينة تابوك اختلاف كبير بين الشرقية وتابوك في ذاك الزمن جدا بسيطة مدينة تابوك يعني حتى الألعاب الرياضية اللي نبغى نلعبها ما كان فيه لا خيارين لأننا نلعب كرة قدم أو أننا نلحق العمال اللي بسياكلهم ونرميهم بحجارة ومع الوقت تعلمنا أن هذه هي رياضة الجري ومرت الأيام وانتقلنا مع الوالد الله يرحمه وعشنا في عدة مدن من المملكة فالتجارب هذه كنت دائما تستثيرني نوعية الظروف والفرص اللي مر عليها الإنسان في هالمجتمعات هذه مش يتأثر علي أنا وعليكم وأنتو وعلى من حوالينا وتنشئ داخلهم ذاك الإنسان اللي ينجز ويبدع أو الإنسان اللي يكون أكثر عرضاً أنه يكون فاشل لا سمح الله ومخفق في دراسات كثيرة تبين أن تعلم مهارات أساسية مثل الموسيقى لها أثر على قدرات الإنسان اللغوية مهارات الإبداعية وفي الرياضيات وتعلم الإنسان إلى الألعاب الرياضية المختلفة من كورة، من سباحة، من جري مو يلحق واحد بسيكلها لها أثر على قدراتك من ثقتك بنفسك وروح القيادة عندك وعلى ذكائك الاجتماعي وتعلم الفنون شتى أنواعها لها أثر جداً قوي على إبداع الإنسان ولمستها الإبداعية في كل إنجازاتها سواء كان طبيب، مهندس، طبيبة أو مهندسة أساس ما نظلم، مدرسين ومعلمين ومربين وآباء والجميع أنا أبحث وشغل فيه والبحث عن أفضل طرق التواصل بين الوالدين وبين أبنائهم، بين المربين وبين اللي ربونهم من كانوا معلمين وغيرهم فإذا بغينا أن نحن نشعل روح الإبداع داخلهم نطورهم نساعدهم ونمكنهم يحققون أهدافهم وطموحاتهم ورسالتهم في الحياة أنا اكتشفت أن فيه علاقة قوية جداً بين طريقتين في التواصل أنا سميتهم دائرتين دائرة التمكين ودائرة الوصاية لمن يكون الوالدين أو المربين مركزيين عندهم قائمة محددة من الهوايات، المهارات، الفعاليات توقعاتهم عن أبنائهم هنا يكونون يعدون دائرة الوصاية الإبن عساس يدخل دائرة الوالدين يحتاج يختار أحد هذه الأمور من القائمة ما في لك خيار آخر إذا ما في شي منها يناسب ميولك أنت تكون برا الدائرة في هالأمثلة مثلاً إذا جاك أبو يحب كرة القدم وتستهوي كرة القدم ويتابعها تلاحظ باقي الأولاد والبنات في البيت كلهم يحبون كرة القدم ويتابعونها واللي ما يحبها يكون منعزل نوعاً ما أما إذا في أحد الأبناء تستهوي الفنون تشكيلية والوالدين أو المربين ما تستهويهم هالأشياء هذه فيتعب علشان يحصل دعم من عندهم فيكون عنده خيارين إما أنه يلجأ إلى جماعات أخرى تساعده من أقارب أو آخرين ينمي هالموهبة عنده أو أنه يقتل هالموهبة هذه يعني بعض مميزات دائرة الوصايا أنها تعلم الأبناء حب وطلب رضى والديهم أو مربينهم لأنه لازم يكون مضم دائرتهم وهذا الشيء يتطور بعدين يصير فيه حب ورضى الأخوان الأصحاب الزوج والزوجة في المستقبل والناس من حوله التفرد الشخصي أو استقلاليته الشخصية تكون ذائبة في أنظمة أو البيوت اللي تمشي بدائرة الوصايا ليش؟ لأنه لازم يكون من ضمن الإطار العام للبيت ممنوع تكون مختلف أنا حبيت أذكر قصة صديق حسين كان يعاني من دائرة الوصايا هذا الإنسان مميز يحب يتواصل مع الآخرين مع العالم سواء كانوا في السعودية أو بر السعودية فكان يحارب هذه الدائرة طلع بر الدائرة أثبت نفسه قهر الظروف وأسس من أوائل جماعات الشبكات الاجتماعية اللي تعنى بالتواصل الاجتماعي ونظم مؤتمرات جدا كثيرة افتراضية تستضاف فيها دكاترة علماء باحثين متحدثين عالمياً وصلهم مع بعض في جميع نحال العالم حين لمن يجي النوع الثاني الوالدين لا ينزلون لمساواة ابناهم يفكرون مع كل ابن بحذ ذاته انت شنو هواياتك انت شنو قدراتك ما أقارنك بالبقية زي ما قال السادة ميثم ما قولبك وأحطك في قالب هنا يكون الدور والمكان للابن هو المركز عندي ابني مركز وأنا المساعد له الممكن زي ما قلنا دائرة التمكين أحاول أساعده يكتشف نفسه أحطه في ظروف استكشافية تجربة أدوه ملاحظات إيش قاعد يسويه وإيش يحبه وإيش ما يحب أحياناً أحطه في ظروف شوية صعبة عليه وأتابعه من بعيد وأشوف خليه يتعلم خوفي عليه الحين يمنعني أحياناً من أني أتركه يتعلم ولما يكبر في العمر أحاول أعرضه إلى تجارب فن خطابة مثلاً علاقاتها اجتماعية أطورها في الرياضة في الفنون في غير هذه الأمور يعني في أمثلة جداً جميلة لاحظة في المجتمع مثلاً في بيت أو أحد البيوت يخصص يوم نهاية أسبوع إلى أحد أبنائه بيكون تنظيم ذاك اليوم كله مخصوص على ذاك الأبن أو البنت فيكون مسؤول عن برمجة اليوم من فعاليات من غيره هنا شوف كيف يتعلم الإدارة القيادة كيف يأخذ ويعطي مع أهله وإخوانه كيف يرضي نفسه في نفس الوقت يحاول يرضي الآخرين يتعلم إدارة العلاقة الاستقلالية الشخصية تكون واضحة هنا إنها أساسية في دائرة التمكين وتلاحظ أحيانا بعض الأباء والأمهات يتعلمون هواية أو حرفة عمرهم معرفة عنها قبل بس لأن أحد أبناهم عنده هذا الميول ما تسمع عندهم الكلمة المشهورة إن هذا ما ضيعة وقت ترى بمل منها زي ما مل من الهواية والحرفة اللي قابلها أو إنه والله الهواية وهذه ما تأكلنا عيش لأنهم ما يشوفون إن التجارب اللي يمرون فيها هي تجارب نهائية وظيفية كثر ما هي تجارب سقل شخصية وتنمية إبداعية وهنا أذكر قصة دكتور جمال أنا ما أشوفها هنا أو موجود يعني أنت اختصرت عليه أنت قصة حقيقية لدائرة التمكين أنا أذكر قصة واحد من زملائي أو أصحابي معاذ لاحظوا أهلا أن يحب يكسر الألعاب ويلعب في أشياء كمبيوترية ما راحوا أضربوه ومنعوه من هذه الأشياء صحيح خسارة فلوس بس لاحظوا أن في عنده ميول معين أشتروا لكمبيوتر صخر ديك السنين خلوه يلعب ويتعلم صاروا يدورون على ورشات العمل اللي في المنطقة وبرى المنطقة اللي تساعد ينمي هالموهبة عنده حتى سفراتهم الخارجية كان معاذ جزء مهم من الخطة كيف نروح البلد اللي فيها مكان أو مؤتمر أو معمل أو متحف ينمي مهارات معاذ هذا معاذ يش سوى؟ كان هم حوادث المرور في السعودية كثيرة وأكبر ضرر يجينا من حوادث المرور ليس الوفايات هو الشلل الكامل فراح قال أنا خليني أخترع جهاز يساعد ذوي الشلل الكامل لأنه يتواصلون مع المجتمع ومع العالم يتحركون وفاز بجائزة المركز الأول على مستوى العالم وهو ما خلص ثانوية فهذا نوع من التمكين نوع جداً مهم حين أنا بعد هالكلام هذا كله كنت في فترة مستعد خلاص يلا خلني أجيب عيال خلني أبدأ أربيهم أطبق النظرية عليهم خليني أشوف أنا شي صير يعني هل الناس كلهم اللي أشوفها ولاحظة عليهم صحيح اللي قاعد يصير ولا هي كلها حظوظ ويوم جاء وقت الولادة صار شي ما كنت متوقعة لا أنا ولا زوجتي صارت الولادة جداً صعبة أخذوا علي الله يحفظه إلى العناية المركزة للأولاد أو للمواليد مدة أسبوع والله حفظه بعد ما طلع بالسلامة ورجعنا البيت جاءنا فريق متخصص من برنامج التدخل المبكر هذا في مدينة بوصن في أمريكا أنا أقول لهم شنو سبب زيارتكم مش اللي صاير يعني قالوا ترى علي مر في ظروف حرجة جداً وقت وبعد الولادة أثرت على كمية الأكسجين في جسمه ويعني أنا من يفاهم بس الحين زينه قالوا لا في احتمال كبير إن علي الله يحفظه يمكن يعاني من صعوبات في التعلم في التركيز وفي الحركة تلاحظ كيف؟ كل هالاستعداد وهالإنسان وهالطاقة دارت فيني الدنيا رجعت أشوف البحوث اللي أنا أكتب فيهم المراجع اللي أنا أحطهم حسيت إن هالمرحلة البحثية كانت عشان تهييني لهالأيام الصعبة هذه رحت أبحث بعمق أكثر كيف إني أقدر أطور وأبعد حدوث الأذى عنه من علي وذي كل مرحلة حطيت النهاية في ذهني وسألت السؤال اللي أبغى أجاوب عليه وأبغاكم كلكم شاركوني فيه يعني شلون أربي أولادي وبناتي أنا قلت أبنائي هنا ليصبحوا مبدعين واعين بقدراتهم مكتشفين مجربين حالمين ومحققين لأحلامهم لا يخافون الفشل بل ويعترفون به أصحاب مواهب ويتركون بصمة في اللي حاوليهم وهذا السؤال اللي أشتغل منه وأكمل البحثي منه وأربي والدعالي منه الحين السؤال هنا دائرة وصاية ودائرة تمكين وقصة علي ركب لي البازل هذه أو الحجية الحين تلاحظون تحسوني أن أنا مفروض أني أروح مع علي في دائرة الوصاية بحكم الظروف اللي مار فيها أحدد لقائمة من مهارات فعاليات معينة خطة إلى حياته وأمشي وأكون مرتاح وجالس وأراقبة أمشي على الخط وأمشي على الخط الثاني ولا تبتعد أو إني لا والله أترك المجال هذا وأتعامل معه دائرة التمكين أدخل معه أنزل لمستوى أشوف إيش قدرات الخاصة هو فيه وأنمي هالقدرات هذه فيه الإمام علي سلام الله عليه يقول لا تخلقوا أولادكم بأخلاقكم فقد خلقوا لزمانا غير زمانكم فسلام الله عليه كان يقول روح لدائرة التمكين الكلام هذا صحيح لكن نبقى في مبادئنا وأخلاقنا اللي إحنا نفتخر فيها في منطقتنا هذه نلجأ إلى دائرة الوصاية عليهم عساس نحميهم ونوعيهم أما في مجال إبداعهم وتنميتهم نروح معاهم في دائرة التمكين لما نكون واعيين بأن في فرق كبير بين التعليم والتعلم إن دورنا الحقيقي نحن نحفز التعليم عند أبنائنا واللي حوالينا ما نلقنهم ننظر لأولادنا وأحفادنا وأحبابنا بنظرة واعية عساس نشوف العدد اللامتناهي من الفرص اللي نقدر نطور من قدراتهم لأننا نحن محفزين ما ناخد دور الملقنين معاهم يعني ولدي علي الله يحفظه عمره الحين ثلاث سنوات التطور اللي هو مار فيه الإنجازات اللي أنا أشوفها بهالعمر الصغير هذا وهو يسويها دليل حقيقي بالإضافة إلى قصة الدكتور جمال هنا والقصص الأخرى الكثيرة أنا مؤمن إن إذا إحنا اشتغلنا من داخل وكلنا نحب هالشي إن إحنا ننمي روح الإبداع في أبنائنا خلينا ننزل لمستواهم خلينا ننظر لهم بنظرة وعي خلينا نسمع لهم خلينا نعلي من مهاراتهم ونساعدهم يحققون أنفسهم يمكن كل المشكلة إن الظروف اللي حطينا فيها أحد الأبناء هذا ظروف غير مناسبة له زيها زي هالدائرة الحمراء هذه ويمكن كل الحل اللي نقدر نسويه إن إحنا نطلع ونطلع بره هذه الظروف على أساس أن يكتشف نفسه ويحقق من ذاته شكراً